موسيقى مشاهدين اهلا بكم نشرة اخبار كورونا واستهلها بابرز العنوان مع حلو الموسم الشتاء ارتفاع الاصابات في السليمانية وصحة المحافظة تحذر من الموجة الثانية بعد اغلاق اندام لاشهر كربلاء المقدسة تفتتح عددا من المرافق السياحية تحت اجراءات وقائية وصحية عداد كورونا في العالم يسجل اكثر من مليون ومائتي وفاة وايران تنضم لدول الاغلاق الشاملة موسيقى مشاهدين اهلا بكم الى تفاصيل سجلت وزارة الصحة 2419 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي ان عدد الحالات التي تماثلت لشفاء بلغت 2370 فيما بلغ عدد الوفيات 43 حالة افاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالة بتسجيل المحافظة ارتفاعا عاليا في معدلات الشفاء اليومية مقابل الاصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وقال المصدر ان دائرة صحة محافظة ديالة سجلت 81 اصابة جديدة بكورونا مقابل تسجيل 139 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية مع تسجيل حالة وفاة واحدة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة في معركتها مع جائحة كورونا بدأت وزارة الصحة والبيئة خطواتها في زيادة عدد المشافي الصحية في عموم البلاد من اجل تخفيض الضغط على المؤسسات الصحية ليكون الجيش الابيض على اهبة الاستعداد للموجة الثانية من الجائحة العراق يرفع من قدرته العلاجية لمواجهة وباء كورونا بعد زيادة وزارة الصحة من عدد المشافي الصحية في بغداد وبقية محافظات البلاد وتأكيدها الاستعدادة تم في حال حدوث تغيرات على الموقف الوبائي تماشيا مع هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية وزارة الصحة زادت من اعداد الاسر المخصصة لعلاج مرضى كورونا وزادت من اعداد المستشفيات الميدانية بالتعاون مع كل الجهات الدعمة الحكومية وغير الحكومية هذه الزيادة اولا حتى نخفف الضغط على مؤسساتنا العامة لان المستشفيات رجعت بالتدريج الى سابق عملها ثانيا حتى نكون مستعدين لأي موجة وبائية لا سمح الله القدرة السريرية لاغلب مشافي وباء كورونا مسيطرة على استعاب جميع حالات الاصابة وتحقيق مستوى شفاء كبير لاغلب المرضى في ظل جهود وزارة الصحة تزويد هذه المشافي باحدث الاجهزة الطبية وكل ما يحتاجه المرضى الراقدين في هذه المشافي مركز الشفاء يحتوي السعة السريرية مالتة 110 سرير 70 من هذه الاسرة هي اسرة تنعاش سيباب 30 من هذه الاسرة تحتوي على اجهزة فينتليتر السعة السريرية جيدة تستقبل عدد وافر من المرضى نحن بطورة تحويل المرضى من المستشفى الكندي الى مركز الشفاء مبدئيا هسا شوية شوية نحاول المرضى المرضى في تحسن للاجهزة حديثة توفر الادوية كاملة وتؤكد وزارة الصحة استمرار جهودها للوصول الى 30 الف فحص يومي لكشف الاصابة بوباء كورونا مشيرة الى ان معركة الجيش الابيض ضد هذا الوباء تحقق نتائج ايجابية وان الوزارة تراقب كل التطورات العالمية بشأن اللقاحات الخاصة بعلاج كورونا من بغداد حسام التميمي العراقية الاخبارية ومع حلول موسم الشتاء حذرت الصحة السليمانية من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا الصحة جددت دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي من عجل تقليل فرص الاصابة بالفيروس مع ارتفاع نسب تسجيل الاصابات بفيروس كورونا ودخول موسم الشتاء حذرت المديرية العامة لصحة السليمانية من تزايد حالات الاصابة بهذا الوباء داعية المواطنين الى اخذ كافة الاجراءات الوقائية والالتزام بالتعليمات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع نحن كمديرية الصحة السليمانية واجبنا حماية المواطنين من فيروس كورونا وعلاج المصابين منهم لكننا مع الاسف نرى البعض من المواطنين لا اتبعون الاجراءات الوقائية الصحية خصوصا في الاسواق والاماكن العامة لذا نطلب من كافة المواطنين بضرورة اتباع الاجراءات الوقائية الصحية حفاظا على سلامتهم من هذا الوباء مع عقدهم فصل الشتاء وما يسبب من مشاكل صحية للانسان بسبب تغير درجات الحرارة كما ونطلب من الجهات الساندة بتكثيف الحملات التوعوية ضد هذا الفيروس تقاعس المواطنين واستهانة البعض بهذه الجائحة وعدم التطبيق الكامل لقرارات خلية الازمة في المحافظة أبرز الأسباب التي فاقمت الأوضاع وأدت إلى تسجيل أعداد أكبر من الإصابات والوفيات أنا الآن لا أرتدي الكمامة وذلك لعدم وجود مواطنين بجانبي لكني عندما أذهب إلى الأسواق أو العمل أقوم بارتدائها ومع الأسف أرى بعض المواطنين لا يرتدون الكمامة ومتاونين مع هذا الفيروس لحماية نفسك ومن حولك من الضروري ارتداء الكمامة وهي واجب على الجميع والذين يرغبون بعدم إصابة أحبائهم لأن هذا الفيروس لا يرحم أحد بالوعي والمسؤولية من قبل الجميع نستطيع من عبور هذه المرحلة الحارجة والحفاظ على الصحة العامة من خطر الإصابة بفيروس كورونا من السليمانية أحمد جاسم العراقية الإخبارية ومع ارتفاع الوعي الصحي لدى المواطنين عادت المتنزات في محافظة كربلاء المقدسة إلى فتح أبوابها من جديد مع تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ارتفاع الوعي الصحي لدى المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية ساعد في تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا لتعود الحياة من جديد إلى المنتجعات والمتنزهات السياحية فأصبح التعجو بروادها من الأسر الكربلائية بعد جائحة كورونا نحتاج إلى كثير من الأشياء التي تغطي ما مر بنا في هذه الجائحة طبعا نشكر رحنا جميع من نعمل كربلاء اليوم كربلاء بعازة المتنزهات بحاجة مكان ترفيه للعوائل الكربلائية الحمد لله هل شوي يعني العالم صار عندها دراية بالموضوع بشكل أكبر وشوي العالم انه فهمت الموضوع وصارت تدير بالها أكتر ونفتح الجو شوي صارت العالم تطلع تفوت فتح المنتزهات يعني لما الواحد بيفوت على منتزهات انه التعقيم كيف بيكون كيف تكون انه الواحد ينتبه أكتر يعني لما الواحد بيجيب أولاده بيجيب أهله بيصير عنده وعي أكتر القائمون على المتنزهات اتخذوا عدة أساليب كالتعفير والتعقيم عند دخول الأسر العراقية هذه المنتجعات فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعية الذي ساعد في تخفيف حدة الجائحة عزمنا على انه نفتح أماكننا للاستقبال الرواد اللي يترددون إلى المتنزهات اتخذنا جراءات وقائية أكثر سلامة انه قبل الجلوس وبعد الجلوس للرواد يكون مكان تعقيم وتعفير الناس بدأت تخرج وتجي ترفع عن عوائلها وعن أطفالها في هذه أماكن احنا من مفتقدها صار من بدأ جاعة كارونة إلى هذا اليوم بعد اغلاقها عدة أشهر ها هي متنزهات كربلاء تفتح أبوابها لاستقبال الأسر الكربلائية مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس من كربلاء المقدسة حسن المحنة العراقية الإخبارية مشاهدين على المزيد ينضم معنا مراسلنا من كربلاء المقدسة حسن المحنة حسن أهلا بك كيف هو التزام المتنزهات للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا نعم كربلاء المقدسة فتحت يعني متنزهاتها العامة والخاصة ومطاعمها وأيضا هناك إجراءات متبعة من قبل هذه المتنزهات بالتعفير والتعقيم إضافة إلى الأرشادات الصحية والبوسترات التي ألسقت في هذه المتنزهات هناك أيضا توجيهات مستمرة للأسر الكربلائية التي تقبل على هذه المتنزهات بالفعل هناك وعي أصبح لدى الأسر الكربلائية لالتزام بالإجراءات الوقائية ما ساعد على تراجع عداد الإصابات نشاهد اليوم على عدد الإصابة هي الإصابات لا توجد هناك وفيات الحالات يعني ما تتجاوز خمسين حالة لغاية الآن ثرتهات نعم يعني أكثر من يعني ستعاش إصابة هي يعني بالعناية المركزة يعني هذا يبشر بخير يعني هناك إطمئنان للمواطن الكربلائي بوثقة عالية بالكوادر الصحية وهذه الإجراءات التي حدت من انتشار فيروس كورونا يعني كربلاء الآن من أولى المحافظات التي سيطرت على جائحة كورونا وحدت من انتشارها يعني هناك أصبح وعي لدى المواطن الكربلائي يعني يعني حتى لو ينصاب أن هناك يذهب إلى الفحص المختبري أو كان هناك إخفاء لهذا المرضى لكن هناك أصبح وعي للمعالجة واللجوء إلى المؤسسات الصحية والمراكز الصحية لمعالجة المرضى الآن كما تشاهد يعني كربلاء هي من الأولى المحافظات كما ذكرت والآن يعني غلق أكثر من ستة مراكز لاستقبال المصابين في كربلاء المقدسة بعد خلوها من المصابين يعني فقط مستشفى أبو المهدي المهندس أغلقت وسيد الأوصية أغلقت ورطهات الحياة التي انشتها العتبات المقدسة أغلقت وفقط بناية واحدة داخل مدينة الإمام الحسين الطبية هي من يتواجد بها المصابين بجائحة كورونا هما يبلغ عددهم 55 مصاب 15 منهم من العناية المركزة يعني أكثر من ثلاثة أشهر ما زالوا يترقون العلاج في العناية المركزة حالاتهم صعبة لكن العلاجات تدقى لهم باستمرار من قبل الكوادر الصحية وأقل من 40 شخص هم موجودين في هذه البناء التي ذكرتها يعني الكوادر الطبية في كربلاء المقدسة بدلت جهد كبير وأعطت الكثير من كوادرها وذهبها ضحية من كوادرها كثير لكن بالأخير هي انتصرت على هذا الوباء ويعني كما تشاهد الانتصار هو عدد الإصابات تراجع بشكل كبير والآن حياة طبيعية في كربلاء المقدسة في المطاعم في المولاد في المتنزهات العامة يعني نشاهد الأسر الكربلائية تقبل على هذه المتنزهات وكما شاهدنا في التقرير أن هناك تباعد اجتماعي هناك التداء لكمامات تفرض على المواطن حين دخوله لهذه الأماكن إضافة إلى المعاقمات المنتشرة في هذه المراكز أو هذه المتنزهات يعني الجميع أصبح لديه وعي لحد من انتشار الفيروس وكان هناك أصبحت خبرة خبرة حتى عند المواطن أنه حينما يتعرض لهذا الفيروس يحجر نفسه ولديه أعراض ينتقل مباشرة إلى المراكز الصحية ويكشف عن هذا المرض فهذا يعني ساعد الملاكات الصحية على السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا وعادة الحياة الطبيعية إلى كربلاء المقدسة كما تجاهد نعم كحالة الدول التي سطاعت أن تقضي على هذا الفيروس طيب حسن هل هناك فرق صحية تتابع فتح المتنزات في المحافظة نعم خلية الأزمة في كربلاء المقدسة تتابع هذه الأماكن التي يقبل عليها الرواد أو الأسر الكربلائية وحتى المحافظات الذين يأتون إلى زيارة المراقد المقدسة وبعد ذلك يذهبون إلى الترفية يعني هناك زخم في كربلاء المقدسة خاصة في يوم الجمعة والسابت والخميس أيام العطل هذه تزدحم الشوارع فيها من جميع المحافظات العراقية هناك توجيهات مستمرة ومراقبة من قبل الملاكات الصحية والصحة العامة بتوجيه فرقها لمتابعة عمل هذه المتنزهات وهذه المطاعم بالارتداء الكمامات والكفوف العاملين فيها خاصة العاملين فيها من إعداد الطعام والشراب والاستخدام لمرة واحدة من الأواني هذا ما ساعد على الكثير من عدم انتقال المرض من شخص إلى آخر إضافة إلى التباعد الاجتماعي المتبع في هذه الأماكن ويعني الحمد لله شاهدنا كثير من تراجع هذه الجائحة وحدتها وتأثيرها في الشارع الكربلائي يعني أصبح لدى الشارع الكربلائي وعي كبير حول هذا الموضوع وحتى هذه إجراءات متبعة في العتبات المقدسة بحين زيارة المواطن ودخوله إلى المراقد المقدسة هناك تحفير هناك بوابات هناك ارتداء لكمامة هذا ما ساعد على حد من تشار الفيروس في كربلاء المقدسة إضافة إلى الإرشادات الموجودة في البوسترات المعلقة في الجدران لإرشاد المواطن أو الزائر بالتزام بالإجراءات الوقائية وحفاظا على صحة المواطنين وهذا ما ساعد على تراجع أعداد الإصابات في كربلاء المقدسة ويعني بالفعل نجحت الملاكات الصحية وخطتها لإحتواء هذا الوباء والحمد لله كما تشاهد يعني أعداد لا تتجاوز أعداد الأصابع هي الإصابات يوميا لا يوجد هناك وفيات كانت هناك وفيات يوميا لكن تراجعت منذ زياد الأربعينية ولغاية الآن يعني كربلاء تنعم بتراجع هذه الأعداد حسن لمحن مراسلنا من كربلاء المقدسة شكرا لكل ما تفضلت به مشاهدين في هذه لحظات أعود إلى السليمانية وارتفاع حالات الإصابة هناك للمزيد ينضم معنا الدكتور سامان فيلي الطبيب في أحدى مراكز علاج كورونا دكتور أهلا بك هل ما زالت أعداد الإصابات في كورونا في حالة ارتفاع في المحافظة أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا كل مشاهدين بقناة العراقية أهلا بك بالحقيقة نحن نلمسح حاليا بالنسبة لأعداد الإصابات في كورونا في محافظة السليمانية الأعداد تقريبا بالنسبة أعداد الدخول المستشفى بشكل عام بشكل خاص العفو واللي هو هذا هم شي عندنا الأعداد هي مثل الأعداد بالأشهر الماضية الأشهر السابقة تقريبا نلاحظ أنه أكو تزايد طفيف في حالات الدخول للمستشفى في حالات الإصابة بالنسبة في حالات الأعداد الإصابة المسجلة الأرقام بصراحة ما تحضرني لأنه هذا عائد إلى صحة السليمانية هم المسؤولين عن البد بهذا الموضوع لكن عدة مشاكل اللي دن لاحظوا دنواجه وأكدنا عليها من قبل فترة أنه فيروس كورونا مثل ما تعرف حضرتك هو جزء من عائلة الفيروس الفيروس الموسمية وهي عادة تنشط في فترة الشتاء في فصل الشتاء لأنه بشكل عام مناعة جسم الإنسان تضعف في التقص البارد يعني في حالة الشتاء في فصل الشتاء تضعف المناعة لذلك عدنا التوقع أن الحالات ستزداد بالأشهر القادمة وتكون أسوأ خصوصا حاليا المحافظة تشهد موجة برد بصراحة بدأت تقريبا صار الهيومين فبالنسبة أنه توقع مثل ما خبرتك مبدئين أنه يكون هناك تزايد بعدد الحالات أما بالنسبة لعدد حالات الإصابة الشديدة أو هل تغير في هناك تغير في شدة بصراحة لاحظ هو مثل ما هو موجود في الأشهر السابقة نعم نعم طيب دكتور سامان لماذا لم يتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأسواق وفي الشوارع أستاذ سياسة التباعد الاجتماعي تم تطبيق في الأسواق في محافظة السليمانية لكن هناك شيء مهم هذا الشيء ليس فقط في السليمانية حتى في بغداد أيضا المواطن نفسه ما يلتزم بالإجراءات يعني مثل ما عندنا نقول بالعربي الوقاية خير من العلاج إذا الإنسان نفسه ما يحافظ على نفسه ما يلتزم بارتداء الكمامة ما يلتزم بالتباعد الاجتماعي ما رح تضغط عليه ما رح تحاول ما رح يكون هناك النتيجة الدولة اتخذت عدة إجراءات بهذا الموضوع دائرة المرور اتخذت عدة إجراءات هذا الشي بصراحة مثل ما خبرتك إجراءات الإدارية عادة الصحة السليمانية لكن هو المواطن نفسه ما يلتزم احنا قبل فترة نبهنا ونوهنا والبارحة كان عندنا بث مباشر على القسم الكردي ذكرت أكثر من مرة عن طريق قناتكم الموقرة قلت احنا بيدنا بيد المواطن أنه نقلل حالة الوفيات بصراحة بعدة شغلات بسيطة وعدة إجراءات وجون من هاي الكليشة يعني هلقد ما نذكرها بصراحة هي أهم شي يعني حتى أهم من العلاج نفسه نعم الشغلة الثالية اللي احنا ذكرناها جدا مهمة وهي أنه يجب أن يتوفر في كل منزل عراقي جهاز هذا الجهاز الصغير اللي يفحص نسبة تشبع الأكسجين بالدم اللي تم استخدامه عن طريق أصبع اليت هذا الجهاز ممكن أن ينقذ حياة العشرات المئات بل الآلاف أيضا بصراحة لأنه اللي واجهنا بكورونا شي عجيب وغريب ما شفنا بأي أمراض سابقة موجودة مسبقا إنه الشخص قاعد يتكلم معاك وهو جدا طبيعي تفحص الأكسجين ما تتقل الأكسجين ما تثمانين أو سبعين وهذا طبعا منذر يعني مؤشر شؤوم بالنسبة إنا لأنه مثل ما نسميه هدوء الذي يسبق العاصفة بعده بيوم أو ثلاثة قد يموت يفارق الحياة بدون أي انذار لذلك إذا نريد نذكر ونلخص شنو اللي بيدنا نقدمه يعني أو شنو اللي المواطن اللي علي يقدم على مودي قل الحالة الوفيات عدة نقاط بصراحة وكل شي مهمة وجدا بسيطة الحالة الأولى ارتداء الكمامة والتزام بالتباعد الاجتماعي الحالة الثانية شغلة ثانية يجب توفر جهاز فحص الأكسجين في كل منزل الحالة الثالثة أستاذ إنه في حالة نزول الأكسجين عن المعادلة الطبيعي يعني قد أحيانا الشخص ينزل عنده الأكسجين هو أي أعراض ما عنده لا عنده حمى لا عنده إسهال مثلا لا عنده رشح لا عنده صداء أي شيء ما عنده فقط الأكسجين ينزل وهذا يحدث بكورونا فبديت اللحظة لازم يراجع طبيب مختص على مودي عالجة لأنه علاج الكورونا بصراحة يكون عن طريق مراحل لكل مرحلة علاجه ومن يكون يوصلنا المريض بمرحلة مبكرة يكون علاجه أسهل نحن بالنسبة أن إذا تلاحظ حسب التقارير العالمية نسبة الوفيات بكورونا قلت السبب بهذا التوعية الموجودة التزام المواطنين بالتوعية ومثل ما فهمتك أنه من يوصل للطبيب بمرحلة مبتدئة بالبداية الطبيب يقدر يتخذ بها إجراءات يقدر يتخذ بها أو يعني يوصف لعلاج ممكن يسيطر عليه على المرض ممكن وهذا نحن بكل سولة نشوفها بسليمانيا أغلب الحالات اللي نشوفها بالبداية أشبه بواقفة عن العمل إصابة بنسبة 90 إلى 95% بديتش اللحظة صدقني أي علاج بالعالم ما رح يفيد فقط أنه نحط على علاج بس ممكن بديتش اللحظة فقط ندعي له الله يسهل له للمريض نعم فالشغلة المهمة الثانية اللي أحب أوجهه عن طريق قناتكم الموقرة صراحة جدا كلش مهمة الشي دا نلاحظة أنه المواطن من تلقاء نفسه حس أنه عنده أعراض أو ما عنده أعراض رأسا ثاني يوم وبنفسه اليوم يروح المختبرات خارج المستشفيات أهلية يعني خارج إطار المستشفيات الحكومية وهو بنفسه يطالب بإجراء فحوصات فحوصات دم وأحيانا حتى الأشعة المقطعية يعني المفراز مفراز الصدر نعم وهذا بصراحة خطأ كارثي مفراز الصدر مثل ما تعرف حضرتك نسبة الأشعة في تعادل 70% 70 مرة أعلى من الأشعة الاعتيادية أحنا كأطباء نكتبه في الحالات الضرورية وقد يحتاج للمريض المصاب بكورونا قد يحتاج إلى أشعة مو كلهم يحتاجون أشعة المقطعية بس قد يحتاج إلى بمرحلة متأخرة أو بعد أسبوع فهذا الظلم أنه المريض مرتيا يتعرض الإشعاع بدون فائدة من عدى أنه مصرف النقود وهذا بشكل يعني ما رح يفيده للمريض كذلك الفحوصات الشيء الثالث اللي شفناه أنه مريض يجي وجايب ويا علاقة علاجات بصراحة يعني موصوفة إلى من بره يعني من قسم حتى مو أطباء ما لهم علاقة بالموضوع واصفي لها قسم منها أصلا ما يحتاجه مثلا هو يعاني من أمراض مزمنة جرع العلاجات تكون خاطئة هذا رح يأدي إلى كوارث بالنسبة للمريض رح يفاقم الحالة قسم منهم يستخدمون أبر الدكساميثازون بغير وقتها يعني هاي الأبر مفيدة في وقتها المحدد أما إذا تنطي بغير وقت أو تنطي حتى للحالات البسيطة اللي ما تحتاجها لأبر قد تأدي إلى كوارث مستقبلية قد تأدي إلى زيادة خطورة المرض نعم نعم دكتور سامان فيليا الطبي في أحدى مراكز علاج كورونا من السليمانية شكرا لكل ما تفضلت به شكرا للمشاهدة